هذا الحديث يدل دلالة واضحة على عقل تهل السنة والجماعة أن مرتكبة الكبيرة ليس بكافر وجه ذلك أكثر من وجه نشتكم شوي يلا عطونا كيف النهار مرتكبة ليس بكافر بهذا الحديث نشتكم شوي يلا ما يجاو حب الله رسوله لو كان كافرا ما شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يحب الله ورسوله صح ليس كذلك لكن في دلالة دقيقة تهد المذهب الخوارج لا 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 ما حكم الكافر المرتد أن يدقى عنقه فلو كان الشرب الخمر هذا الكبير يكفر به الإنسان لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بجلده لا دق عنقه فقال جل وعلا جل ميل أشكرك فقد قال الله عز وجل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منه مئة جلدة فقال أهل العلم أهل السنة قال هذا دليل على مذهب أهل السنة أن الزنة لا يخل منه الإسلام إذ لو كان يرتد بارتكابه للكبيرة لما جعل الله عقوبة أن يجد مئة جلدة فتفاوت العقوبة بين المرتد وبين الزاني دليل على تفاوت الزنة عن الكفر فلا يمكن أن يرتد الكافر المسلم لأنه ارتكب كبيرا وإنما يرتد إذا ارتد على الإسلام بترك الإسلام أو بما أتى بموجب ما ينقض إسلامه أما أنه يرتكب كبيرا فيخل من الإسلام لا بدليل أن عقوبة أهل المعاصي ليست كعقوبة من المرتد عن الإسلام جميلة هالفائدة جدا لو تعملناها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر